اهلا بكم حلقة جديدة من بودكارست حياة ومعاكم وسام. كتير ناس سألتني عن ازاي ابتدي في تطوير نفسي وازاي ابتدي ان انا عايز احقق اهدافي وعايز انجح بس مش عارف ابتدي منين واروح فين واجه منين وانت قلت قبل كده في حالة سابقة عن الاهداف والاهداف الكبيرة والاهداف الصغيرة وتقسيم الاهداف والكلام ده كله بس انا لغاية دلوقتي تايه ومش عارف اعمل ايه. في الحلقة دي انا هقول لك على حاجة ممكن تبتدي بها وهي حاجة مهمة جدا في رحلتك لتطوير نفسك ورحلتك للنجاح وتحقيق اهدافك هي حاجة اسمها التخطيط الاسبوعي. احنا قلنا قبل كده في الحلقة بتاعة الاهداف ان احنا لازم نرسم نفسنا اهداف كبير ده اهداف كبيرة دي اللي هي تعتبر طويلة المدى. strengthened with which on. بس الاهداف الكبيرة انا ماينفحش اشتغل عليها وماينفحش ان انا ابدأ ان انا اخذ خطوات تنفيزية وانا حاطت في دماغي الاهداف الكبير. الاهداف الكبيرة دم تتقسم الاهداف صغير. الاهداف الصغيرة دم تتقسم الاهداف اصغر منها والاهداف الاصغر منها دم تتقسم لخطوات عشان ابدا امشي عليها. هنا بقى الحلقات دي هي تطبيق العملي للكلام اللي احنا كنا بنقوله في حلقات في الحلقات بتاعة الاهداف التخطيط الاسبوعي يعتبر هو بداية الخطوات التنفيذية اللي انت بتبتدي عليها بتقسيم اهدافك الاول وانك تشتغل على تحقيق اهدافك ايا كان نوع الهدف اللي انت عايز تعمله التخطيط الاسبوعي من الحاجات القوية جدا انك تشتغل على نفسك وانك تبتدي تحقق في اهدافك. ليه اللي تخطيط الاسبوع انا بقول عليه من الحاجات المهمة? لان التخطيط الاسبوع انت لما بتعمله بتاول خطوة فيه انك بتحدد اهدافك واولوياتك في الاسبوع اللي انت مقبل عليه. يعني ممكن تستخدم تخطيط الاسبوع لتحديد بقى الاهداف القصائية اللي احنا قلنا عليها او الخطوات اللي احنا هنمشي عليها عشان نحقق اهدفنا اللي احنا عايزين نحققها او عايزين نركز عليها في خلال الاسبوع. وبالتالي خلال اسبوع واسبوع واسبوع فانت بتحقق هدف بتاع شهر وشهر وشهر فانت بحقق هدفك الكبيرة اللي انت عايز توصلها. تاني حاجة اللي انت لما بتيجي تعمل هدفك الاسبوعي بتبتدي تنظم وقتك في خلال الاسبوع في خلال الاسبوع ده. فالتخطيط الاسبوعي بيساعدك ان انت بتوزع وقتك بطريقة فعالة. بتحدد الاهداف او بتحدد الاولويات للانشطة المختلفة اللي انت عايز تعملها علشان توصل لاهدافك اللي انت عايزها. زي امتى هتشتغل? امتى هتستريح? امتى هترفع عن نفسك? امتى هتعمل تواصل اجتماعي مع الناس اللي حواليك? كل الحاجات دي بتعملك توازن صحي. وتوازن في ضيقة تفكيرك وتوازن في حياتك بحيس اللي انت بتشتغل على اهدافك وبتقدر اطحق اهدافك. لما بتيجي برضو تخطط اسبوعي من الحاجات المهمة اللي انت تعملها ان انت تتبنى كل اسبوع مهارة جديدة. انك تبتدي تكتسفها. مش لازم كل اسبوع تخلط نفس المهارة بس ممكن مهارة بتبتدي بيها مسلا في خلال اسبوع الاولاني وبتكمل معاك اسبوع التاني والتالت وهكذا. لغاية ما تحس انك عايزت تجدد في المهارات فانت بالتالي انت عندك اسبوع فترة قصيرة انك ما بتلحقش تزهق من مهارة معينة. فانت لو زهقت منها في خلال الاسبوع التاني او التالت فانت سهلة انك تغيرها او تخطط لمهارة جديدة. ايا كانت بقى المهارة اللي انت بتحبها عايز مهارات تواصل مهارات عن تطوير الزيت مهارات عن اراية مهارات مزيكة اي حاجة اي حاجة انت عايز نامي نفسك فيها فانت ممكن تشتغل عليها في خلال الاسبوع فانت بتاع الاسبوع ده بيخليك انك تعمل حاجة وانت متشوق انك تعملها مهارات تجدد منها وبالتالي بتعملها بحب فبتنجس فيها. برضو انت لما بتعمل تخطيط اسبوعي وتحط فيه بقى البلان بتاعك بتاع الحياة الصحية بقى بتاعتك اللي انت ازاي تاخد بالك من نفسك في خلال الاسبوع من خلال بقى ازا كانت ممارسة رياضة من خلال بزا كنت هتعمل نفسك جدول في الاكل انت هتاكله في خلال الاسبوع. النوم هتنام قديه في خلال الاسبوع هتستطيع قديه خلال الاسبوع. كل ده بيأثر عليك انك بيديك طاقة اه ايجابية وبيديك اه مصابرة او بيخليك تقدر تتحمل اسبوع واسبوع انك تحقق اهدافك لان الهدف زي ما قولنا كده الاهداف لما بتكون كبيرة اه ومش ملهاش او بتاعها كبير فانت في نص ريبت لها نفسك زهقت. انما التخطيط الاسبوع بيخليك ما بتزهقش وبيخليك انك دايما متحمس ودايما انك عايز تعمل اكتر في تحقيق اهدافك. اخر حاجة بقى في التخطيط الاسبوع ان انت اخر كل اسبوع تقعد بقى كده ايه تقيم وتشوف الدنيا ماشي ازاي معك. يعني انت في اول اسبوع عملت الخطة وعملت اهدافك او او في اول اسبوع اه حددت اهدافك. عملت الجدول البلان بتاعك اللي انت هتمشي عليه. كل يوم هتعمل ايه من الساعة كامل الساعة كامل هتعمل ايه? هتصريح امتى? هتكون امتى? هتشتغل امتى? هتشتغل امتى? هتشتغل على نفسك امتى? وهكزا. بعد كده حطيت برضو العناية الصحية بتاعتك او هتهتم بنفسك ازاي? اخر حاجة بقى انك تبتدي اخر الاسبوع كده على ايوم الخميس. بالليل كده تقعد كده وتشوف بقى ايه? ايه اللي حصل لها الاسبوع ده? انت عملت ايه بقى من الاهداف دي? حققت ايه ومحققتش ايه? حققت كم في المية? اتحسنت في ايه? ما تحسنتش في ايه? ايه العيوب اللي انت واجهتها? ايه التحديات? ايه المشاكل? ايه الغلطات اللي انت عملتها? كل ده لما بترجعوا في اخر اسبوع يعني بتعمل لنفسك كده? فبتبتدي تحسن الحاجات اللي انت اصرت فيها وتبتدي تنمي الحاجات اللي انت انجحت فيها فبالتالي بتلاقي نفسك ان الوقت معك ما بيطولش او بتلاقي نفسك انك عشان تحقق هدافك انت ما بتتأخرش كتير في تقريم نفسك انت بتقعد مع نفسك كل اسبوع فكل اسبوع الوقت اللي انت بتقعد مع نفسك فيه بيبقى عندك وقت كافي او عندك الفرصة الكافية انك تراجع نفسك وتشوف نفسك عايز اطور نفسك من ايه? او عايز تتخلص من ايه? العيب اللي انت عملته فلال اسبوع ده. لما بتستمر كده اسبوع وراء التاني وشهر وراء التاني والتالت بتلاقي نفسك بتحقق اهدافك وبتنجز بسرعة. ما بتزهقش بتلاقي نفسك على طول متحمس لان انت كل اسبوع عندك حاجة جديدة. انا مش عايز اقول لك بقى ان ممكن كمان تعملها كل يوم تقسم بقى الاهداف اللي انت عملتها في الخلال الاسبوع ده اللي احنا قلنا عليها. ولو امكن انك كمان تعمل لها بقى بريك كده لكل يوم هتعمل ايه? هيكون افضل وافضل وافضل. بس ما تشكش عن نفسك. يعني ممكن يكون الموضوع بتاع كل يوم ده هيبا صعب عليك في الاول. فخليك كل اسبوع بس حاول ما تطولش عن الاسبوع لان التقطيط الاسبوعي مهم جدا زي ما وضحنا. ان هو اللي بيخليك عارف يعني معناها زي ايه? انت بتنجز اسبوع عام اعمال معينة وحققت فيها نجاح بعد كده الاسبوع التاني بتحقق نجاح في اعمال معينة اخرى او بتكمل نجاحك بتاع الاسبوع الاولاني فانت كل اسبوع في نجاح وكل اسبوع في تقدم في زيتك وكل اسبوع في تقدم في نفسك وكل اسبوع في خطوات زيادة نحو اهدافك فانت بالتالي بتيجي بعد مدة معينة بعد شهر شهرين تلاتة بتراكم الاسابيع دي كلها على بعضها بتلاقي نفسك حقق شرط كبير اوي من اهدافك. فانت لازم تشتغل على التقطيط الاسبوعي لانه فعلا مهم جدا 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 انك تطور من نفسك وانك تشتغل على اهدافك وانك تحقق اهدافك في وقت قياسي. واجرب وهتقول وسام اهل. اتمنى تكون امور واضحة. لو في اي حاجة باش واضحة سيبها لي في الكومنتات. ولو جديد معانا ما تنساش السبسكرايب واشوفكم ان شاء الله في الحالة الجاي على كل خير.